وفقه مجلس النواب خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون بموعد العلاوة الدورية والحافظ الإضافي والحد الأدنى للأجور واخلال الجلسة وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تحية شكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما اتخذه من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال دوره المنوط بسن وتشريع القوانين في مستهل الجلسة أعلن المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ليطرح عدد من النواب أراءهم بشأن هذا القانون المهم حزمة قرارات تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه لدعم المواطن المصري حقيقةً يعني أحلى بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الحزمة التاريخية من هذه القرارات وهذه القرارات شملت كل المواطنين يعني بدايةً من زيادة حد الاجور أو رفع حد الاجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه بالإضافة إلى زيادة يعني العلوات لكل الموظفين في الدولة وفي القطاع الخاص وفي قطاع الأعمال بالإضافة إلى زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين وزيادة معاش تكافل وكرامة بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة الحزمة الاجتماعية التي تهم المواطن المصري وهذا إن دل فإنما يدل على حرص القيادة السياسية وإحساسها بالمواطن المصري في كل يعني على كل المستويات ولكل الفئات الموجودة وطبعا حضرتك وهذا ليس غليب عنه فهو يعني طبعا واحد مننا وفي مداخلة له أثناء الجلسة وجه رئيس مجلس النواب المستشارة دكتور حنفي جبالي الشكر إلى الرئيس السيسي على ما اتخذه من حزمة إجراءات حماية اجتماعية انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة والتي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين أعلم جيدا أنكم جميعا توافقون على حزمة الإجراءات الاجتماعية التي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تتضمن تعجيل موعد استحقاق العلوات الدورية ومنح وتقرير علوات ومنح خاصة وزيادة الحافز الإضافي وكذا زيادة المعاشات انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين كما أعلن المجلس خلال جلسته الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلوات الدورية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية إلى جانب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ليرفع المجلس الجلسة للانعقاد مجدداً في الخامس والعشرين من فبراير الجاري اشتركوا في القناة